الابن الضال حقا انها رسالة الى المنبوذين والمهمشين والمتركين في المجتمع ولسيما في هذه الايام خلينا اقرأ بعض الايات اللي هو الخلفية او سياق الحديث لهذا المثل اذا فتحنا على بشارة تقلوق الاصحاح الخامس عشر الاية الاولى مكتوب وكان جميع العشرين العشرين طبعا اللي هم بيجمعوا اوجبات الضرائب جماعة من المنبوذين في المجتمع اللي كانوا بيعملوا لحساب الامبراطورية الرومانية فكان فيه عداء وكرهية ضد هذه المجموعة ضد هذه الفئة من الناس ثم يقول العشرين والخطاط يدنون منه ليسمعوه يسمعوا يسوع المسيح في آية اتنين مكتوب فتذمر الفرسيون والكتب قائلين الفرسيون هم جماعة المتدينين اللي بيحافظوا على الشريعة الى النموس بتفاصيلها بكل دقة زائد المحافظة على تقليد الابا الكتبة هم الذين يكتبون وينسخون بل يمارسون هذه الشريعة مكتوب او قائلين وشوف الجريم الكبيري هذا يقبل خطى ويأكل معهم فالمسيح ضرب لهم مثل اللي هي عبارة عن سلسلة امثال تلت امثال تعتبر عن تلت جواهر كريمة لكن اللؤلؤة الثمينة والكبرى هي في المثل التالت الابن الضال اشتركوا في القناة